اخر بس يعني بالبلد كده احنا بنقول قبل ما نوريكو الصورة نقول ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله احنا هنوريكو صورة بنوتا زي الامر يعني حاجة والله العظيم تفتح النفس على الحياة وما فيها النهاردة وبقالهم كام يوم رواد سوشال ميديا اختاروا هذه الطفلة هي طفلة نايجيرية اسمها جير عندها خمس سنين كأجمل طفلة في العالم بعد ما فيه مصورة نايجيرية اسمها موفي بامويوة صورتها الاسبوع اللي فات ونزلت صورها على السوشال ميديا تحديدا على انستجرام المصورة نايجيرية دي عندها متابعين كتير قوي على البرسن الأكاونت بتاعها وتفاعلوا مع الصور فور نشرها وشاركوها على حسابتهم وهي كتبت ووصفت الصور دي قالت نعم انها انسان حقيقي وهي ملك ايضا الصورة دي لما تشوفها تقول انها مرسومة يعني ما شاء الله تبارك الله قالت انها الهمت والدة الفتاة بانشاء صفحة لها واخوتها الاناث على فيسبوك وده حسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية على الجانب الآخر موقع يهو لايف ستايل نشر الخبر بعنوان هل الطفلة النيجيرية صاحبة الخمس سنوات اجمل طفلة في العالم يعني لو مش دي اجمل طفلة في العالم مين ممكن تبقى اجمل طفلة في العالم بصوا الجمال ما شاء الله ولا قوة الا بالله الصمار الجمال كله لا الصمار نص الجمال والبياضكة الجمال كله بس هنا في الصورة دي صراحة ما شاء الله الصمار الجمال كله اشتركوا في القناة